افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بجولة ميدانية في ارجاء النادي تعرف خلالها على ابرز التغييرات التي طالت النادي والمرافق الجديدة التي تم تشييدها ثم اطلع سموه على معرض الصور للرؤساء الذين تعاقبوا على ادارة النادي ومعرض الصور الخاص بالرئيس الفخري للنادي المغفور له باذن الله تعالى معالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة ومنصة عرض الكؤوس وصالت كرة الطاولة والقاعة المتعددة الاستخدامات والمجلس والصالة الرياضية كما اطلع سموه في الرواق الثقافي للنادي على اهم الوثائق والمعروضات التاريخية وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ان الاهتمام بالبنى التحتية وتشييد المنشآت الرياضية للاندية والاتحادات الرياضية وما تشهده المملكة من طفرة على هذا الصعيد يأتي في اطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتوفير البيئة المثالية الحاضنة للشباب والرياضيين لممارسة هواياتهم مثمنا اهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحركة الرياضية من خلال المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة سموه واضاف سموه كانت الاندية وما زالت الحاضنة الاساسية للشباب في ظل الدور الثقافي والرياضي والاجتماعي الهام الذي تقوم به تجاه الحركة الشبابية والرياضية ويعتبر نادي البحرين احد ابرز الاندية التي تحمل ارثا تاريخيا ويعد معلما من معالم محافظة المحرق واكد سموه ان بناء النادي يتوافق مع سياسة الهيئة العامة للرياضة لتوفير البنية التحتية للرياضة مع احتفاظها بالهوية الوطنية والثقافية واكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ان المبنى الاداري الجديد لنادي البحرين سيسهم في تعزيز مسيرة النادي والارتقاء بادائه مؤكدا سموه على اهمية ابراز المبنى بصورته التراثية والتاريخية للمحافظة على الهوية البصرية والابقاء على الذاكرة التاريخية لهذا المعلم معرضا سموه عن خالص تهاني لرئيسي واعضاء مجلس ادارة النادي على انجاز هذا المشروع اشتركوا في القناة في المنطلق حرسي سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية على المحافظة على الارث الرياضي البحريني وسجله وتاريخه المشرف ليكون شاهدا وحاضرا على المسيرة البحرينية الرياضية التاريخية ومن خلال زيارة سموه الى نادي البحرين في عام 2021 والتقائه بأعضائه وبعد اطلاعه على احتياجات النادي وجه سموه الى البدء في اتخاذ كافة الاجراءات لانجاز مشروع نادي البحرين وصيانة وترميم المبنى الرئيسي حتى يستأنف انشطته بشكل كامل ويستعيد تألقه مع ضرورة ان يتم الاحتفاظ بالملامح التي ميزت عمران النادي واصبحت جزءا من هويته عبر العقود سموه الشيخ غالب بن حمد تفضلت الزيارة نشكر عليها طبعا وطلع على منشآت النادي وعلى الاحتياجات مستلزمات الضرورية والغير ضرورية واستجاب لنا بشكل كبير جدا احنا عندنا مشكلة كبيرة من خمس سنوات مضت احنا في كبينة غير مرضية لأي طرفنا يكون فيها يعني صعب جدا نعقد اجتماعات في كبينة لمدة خمس سنوات اجتماعاتنا لازم تكون مجدولة لانه مستحيل راح تجتمع مع اي طرف في نفس الوقت لان المكان ضيغ جدا بعض الاوراق ننهيها بوسطة مكاتبنا او المنزل على اساس انه ما في مستلزمات تطلب لكن الحمد لله فضل متابعة سموه للامور والاحتياجات سألنا عن مبنى النادي والمدة اللي استقرقها في البنات حصلنا من سموه وعود اوضح لنا بانه راح تبدأ الانشاءات ورح ينتهي العمل في خلال سنة من تاريخ اليوم ان شاء الله سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة حرصوا بصفته الشخصية على متبعد كافة مراحل انجاز هذا المشروع بالشكل المطلوم والذي يليق بتاريخ النادي العريق الذي يعود تأسيسه الى عام 1936 والمفعم بقصص تتحدث عنها الوثائق والصور الفوتوغرافية ليبقى معلما رياضيا وطنيا له حضوره ودوره في تشكيل المشهد الرياضي البحراني وذاكرته الحديثة ويتمكن من استئناف انشطته الرياضية والاستثمارية ويستمر في التطور والعطاء واليوم وبعد مرور عامل على توجيه سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة لانجاز مشروع نادي البحرين ههو اليوم يرى النور بحلته الجديدة مع محافظته على عبق وتاريخ الماضي والمتمثل في طريقة تصميمه ومرافقه المتعددة ومنها برج الساعة والذي يعد أول برج تاريخي وساعة عامة في منطقة المحرق حيث تمت استعادتها في هذا المشروع لقيمتها الرمزية التاريخية الشاهدة على تأسيس النادي إضافة إلى تصميم المبنى الذي يتضمن الرواق الثقافي في قسم الاستدامة ويستعرض أهم الوثائق والمرسلات ولقد تمت استعادة الحديقة لتكون الحديقة معلما ثقافيا ورياضيا ولقد تم وضع لوحة شرفية لصور الرؤساء مجلس إدارة النادي منذ تأسيسه إلى تاريخ اليوم إضافة إلى عرض فني فوتوغرافي يجسد ذكر الشيخ عيسى بن راشد الخليفة الرئيس الفخري لنادي البحرين وإسهاماته في المجال الرياضي وصور المنتخب والبطولات الرياضية والصور التذكارية ولقد تم تخصيص منصة لعرض الكؤوس والدروع التذكارية وقاعدة متعددة الاستخدامات والتي صممت لتتلاءم مع التدريبات الرياضية كما يمكن استخدامها لمسرح ثقافي كامل مع اتباع كافة المعايير الصوتية بالإضافة إلى مجلس يتضمن مجموعة من الصور الفوتوغرافية تجسد دعم جلالة الملك المعظم ومجموعة من أهم المقتنيات التاريخية واللوحات التوطيقية وصالة مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية تشرفنا صباحا اليوم بفتتاح سمو الشيخة بن حمد الخليفة لمبنى نادي البحرين هذا النادي العريق في بلينة المحرق الذي شهد على محاطات تاريخية ثقافية ورياضية مهمة في تاريخ البحرين المعاصر ويأتي هذا المشروع بالتعاون بين هيئة البحرين الثقافة والأثر والهيئة العاملة الرياضة ونادي البحرين لكي نكرس جهودنا لاحتواء هذا التاريخ المهم والعريق وحرصنا من خلال عمام الترميم ويعادة التأهيل أن تكون هناك مساحة للنشاط الثقافي في هذا النادي لما كان له دور أساسي في إثراء المعرفة والروح الأدبية في البحرين بشكل عام من خلال هذا المبنى اليوم نستعيد أيضا روح المكان التاريخ العريق من خلال رواق ثقافي يحتوي على العديد من المستندات والوثائق التاريخية والعروض المتحفية التي تكرس سيرة هذا النادي بالإضافة إلى مكتبة تضم أكثر من ألفين كتاب وهناك منصة لعرض الإنجازات سمو الشيخ خالد ما قصر أنجز اللي كان بعيد المنال صار غريب جدا وحاليا نعيشه ونعايشه وبالنسبة عن المرافق الحمد لله جميعها أكثر من متطورة على أحدث ما هو ممكن التوفر إن متبعد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وزياراته الميدانية المستمرة للأندية والمراكز الرياضية تأتي بهدف تعزيز التواصل ودعم ومساندة الجهات الرياضية وتنفيذ الخطط والبرامج التي تسم في تطور وارتقاء مستوى الرياضة على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة وانسجاماً مع ما تشهده الرياضة في مملكة البحرين من تطور شامل في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم